موسيقى رجعنا لكم من جديد ولقائنا الآن مع مخرج أردني انخرط في العديد من المشاريع الإخراجية نادى على دبلوم الفنون والتلفزيون عام 1991 أيضا عمل على إخراج العديد من المسلسلات ليثبت أنه صاحب اجتهاد وإنجاز المخرج شعلان الدباس أهلا وسهلا رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم أهلا وسهلا فيكم يعني بداية لقائنا اليوم رح يخص الأعمال الدرامية والعربية والأردنية بشكل عام في شهر رمضان ولكن عندي سؤال في البداية هل هناك علاقة بين نجاح العمل والعرض في رمضان أم لا؟ مش شرط لكن هو جرة العادة أنه الانتاج الدرامي يتشبع يكون عرضه في شهر رمضان مبارك لكن النجاح لا يعني مو شرط أنه يتواجد في العمل إذا نعرض بشهر رمضان كونه شهر رمضان يعني أنت كمشاهد سواء أردني عربي أو ما رح تقدر تلحق تشوف كمية الأعمال كاملة في شهر رمضان فهو تضطر تنطقي مجموعة معينة وتتابعها وبعد شهر رمضان تتابع مجموعة الأعمال التانية اللي تم عرضها في هذا الشهر فهو شهر رمضان مش مقياس نجاح لكن هو مقياس لجمع ولم شمل العائلة أمام شاشة التلفزيون في هذا الشهر صحيح وممكن يكون فيه ظلم لبعض الأعمال أحيانا في شهر رمضان وتلاقي نجاح أكبر من اللي لقيته الأعمال بشهر رمضان نفسه يعني صحيح ومتحدث عن الأعمال البدوية الأردنية في شهر رمضان المبارك هناك عمل مميز يعني الآن يعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني مسلسل المشراف الذي يحاكي واقع الواقع الأردني في معركة الكرامة تجاه العدو الصهيوني لما اتحدث عن هذا المسلسل حتى الآن هناك عدد من الحلقات عرضت صدى المسلسل حتى الآن وما هي ردات الأفعال بشكل عام؟ والله يشوف صدى المسلسل أنا سعيد فيه يعني سواء كان نقد بناء أو نقد إيجابي أو نقد سلبي لأنه أنا وجهة نظري أنه دائما العمل الدرامي الذي لا يثير الجدل لا داعي له يعني إذا عملك ما أثار الجدل فأنت قدمت مادة عدة على المشاهد خلال 40 دقيقة أو 45 دقيقة أو ساعة ومرت مرور الكرام لكن مدام أثار الجدل وعمل مجموعة ردود متنوعة فأنت يمكن وصلت لحالة خلقت حالة جدلية على هذا العمل واللي متأمل من خلال المشراف أنه نجحنا في الوصول إلى هذا نعم يعني أنت لتنويه أنت مخرج هذا العمل المشراف ومتحدث عن الدراما الأردنية تحديدا والبدوية دائما هناك واقع يعيشه كل دولة من خلال أعمالها التي تعرض النوع أو العرض البدوي يخص الأردن تحديدا وهناك إقبال أيضا عليه من الوطن العربي وبعض الدول في الخليج ما السبب وما هو واقع العمل الدرامي الأردني تحديدا؟ شوف يمكن التمييز في الأعمال البدوية كان في اتجاه الأردن وكثير أعمال عملت وكانت على مستوى عالي يمكن المتابعة الخليجية أو بالذات للأعمال البدوية الأردنية هي قرب العادات والتقاليد اللهجة واللغة هذا بيخلي المواطن الخليجي يلجأ أنه يشوف العمل البدوي سواء كان أردني أو عربي بغض النظر لكن الأردن تميزت منذ زمن بأنه هي الرائدة في مجال الأعمال البدوي نحن نتأمل كفنانين أنه نخرج عن هذا النطاق أنه نروح نصير نعمل أعمال مدرن أعمال كوميدية اجتماعية اجتماعية كذا ما نكون محصورين في قالب البدوي لكن مدام قاعدين نتميز بهذا الشيء ليش ما نحاول ننشره ونظلنا مستمرين عليه لنغاية ما نلاقي نفسنا في الأعمال الاجتماعية والأعمال المدرن نعم ولكن بالحديث عن الواقع العمل الدرامي بشكل عام في الأردن هناك تأخر نوعا ما على أرض الواقع وما سبب تأخرنا عن الماراثون الدرامي أو الإنتاجي في الواقع العربي هو قلة الإنتاج عرفت هي سبب التأخر في الدراما الأردنية يعني عدد المنتجين قليل الأعمال التي تنتج يمكن ما تكون مناسبة أنها تدخل ماراثون رمضاني كامل فإحنا بنتأمل أنه تزيد الحالة الإنتاجية بالأردن ونقدر من خلالها نزيد عدد الأعمال اللي إن شاء الله ترجع وتنور الشاشات العربية من أول وجديد أكيد ويعني هناك أيضا إذا بدنا نطلع نظرة شمولية هناك نجوم أردنيين حققوا في الساحة العربية إنجاز وبالحديث أيضا عن إحنا بنحكي المشاركة أو بنحكي عن الدراما العربية المشتركة بين الدول مثلا هناك موثيلين زي منحكي عن فنان ياسر المصري الفنان منذر رياحني ياد نصار صبى مبارك أيضا صفاء سلطان كلهم فنانين وأسماء لامع في الوطن العربي وهي كان إثبات بأن الفنان الأردني قادر على انخراطه في العمل العربي بشكل عام نتحدث عن الدراما العربية المشتركة هل حققت الغاية؟ وما رأيك بالفرص المتاحة للفنان الأردني؟ هل الدراما العربية المشتركة حققت الغاية؟ فإنك تجمع أكثر من ممثل بكل بلد عربي مختلف العادات مختلف التقاليد وتعمل قالب ينخرط في مجال الدرامي لكل واحد في مكانه فهي حققت تميز لكن خلينا نحكي أنه يعني الدراما المشتركة جديدة لكن يمكن لو بدك تراجع التاريخ الأردن هي صباقة في موضوع الانتاج للدرامي المشترك يعني استوديوهات الأردن واستوديوهات التلفزيون ياما جمعة أعمال عربية وفنانين عرب مطربين يعني موضوع العمل المشترك يعني بالأردن منذ زمن موجود لكن تميز في الأعمال المشتركة العربية الحديثة يمكن اللي هو تميز الانتاج مع تميز القصة خلقت نوع من التوازن في أنك تجمع أكثر من الممثل من وطن عربي وخلت المشاهد العربي ينشدلها يعني صلت تشوف أنه ممكن يشوف لبناني الأردني المصري السوري كذا مجتمعين بعمل واحد وهو نتمنى وحدة الدول العربية مجتمعيا زي ما منجتمع قاعدين في الأعمال العربية صح يعني من خلال أيضا متابعتك حاليا الأعمال الدرامية الموجودة خلال شهر رمضان المبارك حاليا عم بتابع أولا؟ هل هناك متابعة؟ والله متابعة دقيقة لا ما منوصل لأنه احنا يعني مشغولين كتير في موضوع منتاج المسلسل لأنه الحلقات تعرض على الهواء لكن يعني بحاول يعني أني أشوف شي من مسلسل الاختيار يعني لأنه حقق نجاحات من بداية جزء الأول لجزء الثاني لجزء الثالث عم نحاول نشوف لوين بتوصل سلسلة العمل شوية الاختيار وفيه كمان العائدون يمكن هدول التنين بحاول أخطف عليهم في بعض الأيام نظرات ولكن إن شاء الله بعد ما ننهم وقترفنا بعد رمضان وبعد نشغل حنشوفهم بشكل كامل جميل يعني متحدث أيضا عن الخطاب الإعلامي للدراما أو العمل الدرامي بشكل عام ما هو هذا الخطاب وكيف يجسد على أرض الواقع حاليا؟ يعني زي ما نعرف إحنا بالشهر رمضان مبارك يعني اتنوعت الأعمال الأردنية ما كانت بس معتمدة على البدوي يعني المشراف ممكن تصنفه عمل تاريخي وليس بدوي نعم كمان تواجد أعمال كوميدي أعتقد عمل كوميدي لزميل مخرج دكتور زيد المومني قرية خارج التغطية برضو من إنتاجات التلفزيون اللي بنشكره أنه قاعد يساهم بتنويع الخطاب الإدرامي من حيث المنتج ما يكون معتمد على نوع معين من الإدراما فأعمالنا تنوعت السنة ما بين البدوي والتاريخي والقاروي وإن شاء الله لقدام من روح على المودرن والأعمال الاجتماعية لأنه إحنا حتى من خلال الشخص أو العاملين في المجال الفني يعني إحنا اشتغلنا بالكويت اشتغلنا بالإمارات اشتغلنا بعومان اشتغلنا في البحرين اشتغلنا بالسعودية اشتغلت بسوريا او مجموعة كاملة اشتغلت بسوريا فإحنا خطابنا الدرامي الأردني موجه للوطن العربي كامل صح ومنستقبل من الوطن العربي كل خطاباتهم الدرامية اللي منتمنى أنه نكون في يوم واحد موحدين في الخطاب الدرامي لجميع أنحاء الوطن العربي وهذه يمكن واحدة من أهداف حتى بيت للكل لما نتحدث إحنا كمجموعة دول عم من بث هذا البرنامج وهذه حلقات حتى نجمع ما بين هذا الخطاب بيننا وبين كل الدول سواء كان مصر معنا فلسطين العراق وباقي الدول أو الوطن العربي بشكل عامل يعني إن شاء الله في يوم توصلوا يكون مجموعة دول العربية كاملة موجودة في برنامج بيت للكل نعم بدنا نشكرك يعني المخرج شعلان الدباس على وجودك معنا لليوم يعطيك ألف عافية على كل الجهد اللي عم تبذله حتى توصل رسالتنا وحتى يكون العمل الدرامي دايما يليق بالأردن أنا اللي بدي أشكركم ورسالتنا واحدة سواء إعلام أو عاملين في مجال الدراما الرسالة واحدة ما بتتفرع الأهداف كل واحد جندي في مكانه وإن شاء الله يا رب مستمر في العطاء ضمن قيادتنا الهاشمية والقيادات العربية كاملة وأنا سعيد في تواجدكم ويا أهلا وسهلا فيكم يعني صحيح إحنا في منتاج العمل لكن شرفت هنا ونورت هنا هذا دليل على الجهد والإجاز اللي عم بيسير يعني من خلالكم وشكراً لجميع العاملين ولمجهوداتهم اللي من خلالهم يعني يعادين يحاولوا يعطوا برنامج مهم ينتشر في الوطن العربي نعم كل الشكر رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم وعلى المشاهدين